السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيجاد الخطأ غلاء وقت التطوير أمر سهل جداً ويستطيع المطور إيجاده عن طريق عمل ديباغينج للكود وإيجاد الخطأ لكن عندما نرفع تطبيقنا للمجر ويكون المستخدمين عشرات الآلاف فيكون من الصعب جداً تتبع الخطأ سابقاً في الجوجل بلاي كنا نستخدم الكراش والكراش يجب أن يقوم الشخص عندما يظهر للخطأ يقول هل تريد بعمل ريبورت يضغط ريبورت يلا يصنلنا الكراش ونستطيع نحل المشكلة أما الآن العملية اختلفت مع الفاير بيس فاير بيس ضافت لك شيء اسمه إيش؟ كراش هذا الكراش تستطيع من خلال تطبع الأخطأ يتحصل عند مستخدمينك ويعطيك تفاصيل كاملة عن هؤلاء المستخدمين فحتى أريك العمل دعنا أضغط للمورس ويريد أن أضبطه مع الأندرويد في الأندرويد يقول لك أول شيء يجب أن تضيف هذا السطر طبعاً ننظر أول شيء يقول لك يجب أن تكون أساساً تمنصب الفاير بيس كما شرحت لك يا في الدرسة وإذن فقط يجب أن تكون متابع الدرس الأول كيفية ربط الفاير بيس وعمل الـ وما إلى ذلك فقط تذهب أول شيء إلى الأبلفل هنا وتضيف هذا اللاين أوكي؟ شيء جميل النقطة الثانية أمر سهل جداً هذا اللاين اللي تريد أعمل لريبورت إذن مدى ما حصل لك أي خطأ في أي مكان فقط تعمل ريبورت بهذا اللاين لنفرض أريد أضيفه أنا هنا في سطر رقم 17 هذا الأرور هذا الأرور هاي رسالة أين أعبرها أنا للمستخدم ممكن أن تكون أي رسالة أنت تعبرها على سمثال User Error أو أي شيء أي رسالة أنت تعبرها إلى السيرفر أنا أعبر هذه الرسالة First Android Non Full Error إذن هذه وسيطة أننا ممكن نستخدمها في الكراش نستخدمها في التراي كاش من أي أماكن نحن نريدها حتى نتبع الخطأ نعمران وننتظر 15 دقيقة لماذا 15 دقيقة؟ لأنه يحتاج 15 دقيقة حتى يظهر الخطأ في الفاير بيس كونسول الآن بعد 15 دقيقة أذهب إلى الكراش انظر هذا الخطأ واحد هذا هو وهذا هو انظر Java Exception Line Number 19 أضغط عليه Click يعطي تفاصيل كاملة عن الخطأ جلد قلت له View Details يقول لي الخطأ إذن الآن متى ما حصل أي عدية مستخدم خطأ أستطيع أن القطب Try Catch وأرسل السيرفر وأستطيع السيرفر راح نعرف أنه أي لان أوكي Line Number 19 حتى أعرف هذا اللاين انظر تفاصيل كاملة على الجهاز حتى إذا لم يكن هذا اللاين ظاهر عندك حتى تظهره تضغط Command Shift A في الماك أو Ctrl Shift A في الويندوز وتكتب Show أيش Line Number Line Number وهذا هو أوف أكيد يمك فتضغط لعون حتى تشغل يظهر لك الخطأ انظر السطر الرقم 17 ظاهر عندك الخطأ إذن 100 مية حتى لو كنا ندرس تمنى أنك استفادية شكرا لك وفي نهاية هذا الفيديو نود أن نقول لك شكرا لحسن متابعة هذا الفيديو مع قناة بغداد الجديدة ولا تنسى قبل أن تذهب أن تعمل ثلاث أمور الأول أن تقوم بعمل Subscribe لهذه التشانيل والثاني أن تقوم بعمل Share لهذا الفيديو مجرد ضغط الزر في أسفل هذا الفيديو مع أصدقائك في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والأمر الثالث أن تعمل لايك نعم اعمل هذه الأمر الثلاثة قبل أن تذهب وأهلا بك ترجمة نانسي قنقر